عليقي بقى السيد زبراهيم دلوقتي فيه اتنين رؤساء اندية والاتنين اعضاء مجلس الشعب والمواجد فرج عامر هو ايضا كان رئيس لجنة الشباب السابق هياخد قرارات بعد ما تقرلنا التويتا بتاعت المواجد خالي عبدالعزيز ونتناقش فيها لانها بتمس الوضع ده بتمس موضوع ان انا ابقى راجل عنصر من عناصر اللعبة او عنصر من عناصر الرياضة وعدو مجلس شعب اتمتع بحصانة عشان نناقش هذا الامر لان احنا في اختبار دلوقتي فيه اتنين اعضاء مجلس شعب واحد يبدو انه هو سيمتسل والله اعلم حيحصل ايه والاخر ما امتسلش لانه حضر خرق القرار ده خلت هذه الكورة يعلن عن خطابات رسمية مهمة بعثها للجهات الامنية المختصة بما فيها الامن العام ورئيس مجلس ادارة الشركة الافريقية الشركة المنوط بها تنظيم المباراة اللواء محمد نبيل الدسوي بيقول له الاتحاد ده النص اللي راح للجهات الامنية العليا المختصة واللي راح لرئيس مجلس ادارة الشركة الافريقية بيقول له يسعدني ان نهدي سيادتكم اطيب التحيات الشخصية وتحيات اللجنة المكلفة بادارة الاتحاد المصري للكورة القدم متمنين لسيادتكم دوام النجاح والتوفيق مرفق طيه قرارات لجنة الانضباط بالاتحاد المصري للكورة القدم والخاصة بمنع حضور عدد من الشخصيات الرياضية من المباريات الرسمية التي ينظمها الاتحاد المصري للكورة القدم فبيرجاء مراعاة تنفيذها حفاظا على الانضباط بالملاعب المصرية ده الخطاب المرسل للجهات الامنية العليا المختصة وللسيد اللواء محمد نبيل الدسوي قول للشركة الافريقية للشركة الافريقية المختصة بتنظيم المباريات بنفس النص هنا الأستاذ فرج عامر قال أنه يتظلم ليحة لجنة الانضباط بتحدد أوجه التظلم من حق التظلم من حق الشخص يتظلم في العقوبات اللي بيزيد الإيقاف فيها عن ست مباريات وتزد الغرامة فيها لا تقل عن 200 ألف جنيه دي العقوبات المستحق التظلم بشأنها أقل منها اللايحة ما تددش حق التظلم هيتعامله إزاي مع ما أعلنه لأستاذ فرج عامر عن عزمه في التظلم ده ما أعلنش عنه اتحاد الكورة بعد لكن في تساؤل منطقي جدا لما تقال أنه اللايحة الداخلية لمجلس النواب بتحفظ عضو مجلس النواب أنه لا يحاسب بأي قرارات عقوبية أمام أي جهة أخرى يفعل ما يريد ولا يعاقب في أي مكان خاص بأي جهة هكذا قيل أنه دي اللايحة الخاصة بأعضاء مجلس النواب ده خلى الوزير السابق ووزير الشباب والرياضة السابق المهندس خالد عب عزيز يتساءل في تويتا مهمة وكشفة لأنه الممارسة هي دايما اللي بتكشف العوار التشريعي تيجي تمارس فيظهر لك العوار والخطأ فين عشان تقدر تتدركه لو عايز تعمل مسواه فعلا بين الأفراد كلهم وبين كل الهيئات فبيقول للمهندس خالد عب عزيز تويتا هل يمنع القانون لعبا أن يكون عضوا بمجلس النواب لو أي لعب كورة قامت في دماغه يترشح لمجلس النواب حقه ولا مش من حقه الدستور بيديله الحق الكامل سواء لعب حالي أو لعب معتزل بيشتغل إيه مش دا الموضوع بيقول وفي هذه الحالة هل من حق حكم المباراة أن ينزر أو يطرد هذا النائب الذي يتمتع بالحصانة وهل يحق للجنة المسابقات إيقافه لعدة مباراة دي قرارات عقبية ممكن بقى إذا كان لعب هل من حقه وأنه يعمل فاول على لاعب ها مفيش فاول عيب على سيادة النائب مداش فاول أو أنه يشتم لعب ولو رد عليه يبقى سيادة النائب ما تحسبش عليه فاول شوف واضح أنه هو عارف أن في حاجة بتقول أنك يعني الحصانة تمتد إلى القرارات الإدارية حتى خارج المجلس لكن تعال هنا اللايحة اللي إحنا بتقول إيه إذا ما إنت أنا رئيس نادي أنا مدير عام نادي أنا مدرب خدت جزء أم ما نفستش ما نفستش لأنه عندي حصانة طب أنا مش هقدر أكبرك مش هقدر أفرض عليك أنك تنفذ العقوبة تتحول العقوبة من عقوبة على الشخص إلى الكيان أيها لأنك أنت توقعت عليك العقوبة لأنك تمثل هذا الكيان بالضبط وهنا بقى مفيش حصانة على الكيان آه يعني برضو اللي عايز ينفس هيلائي طريقة ينفس بيه هيلائي الطريقة ليه ده هيلائي مادة صريحة واضحة وضوح الشمس في ليحة لجنة الأخلاق والانضباط المادة 30 بتقوله اللي النقطة اللي الموانس عاد لمساها في حال عدم تنفيذ القرارات الصدرة من كافة لجان الاتحاد في الوقت المحدد توقع على الشخص الطبيعي عقوبة المنع من أي نشاط يتعلق بكرة القدم وفقا لما تحدده اللجنة وتوقع على الأندية عقوبة الخصم من النقاط أو الهبوط إلى القسم الأدنى ما تنفسي أنا مش حادر أعمل لك حاجة بس أنا أنقل العقوبة على الكيان اللي أنت بتمثله مدرب ترطط ما طلعتش من الملعب أنقل العقوبة على الكيان هنا إحنا بنناشد بقى أي ومن أجل الصالح العام أيوة ومن أجل العدالة ومن أجل إشاعة الانضباط ومن أجل التقدم بالسلوك وتكافؤ الفرص أن كل من يتمتع بحق لا يستخدمه إلا في إطار فلسفة هذا الحق وأنه يعني مثلا أنا رئيس نادي أتوقع على العقوبة أقدر أقول لا مش منافس طم أنا أنافس ودي نموذج وقال للناس رغم أنه ما يقدرش يعمل لي حاجة لكن أنا لإشاعة الانضباط أنا لصالح النظام العام والمجتمع ودعم السلوك الرياضي هنتسل وتظلم وتظلم من حقه لكن لو أنا أعدت أمارس حقوقي بتعسف الموضوع هيحتاج بقى لمراجعات كتير جدا في هذا الشعب ما تقدرش الحياة استمر أن أنا مش عارف أتعامل المواعد لمجرد أن الشعب يختاره يعبر عن مصالحه يوم يستخدم هذا الحق الذي حصل عليه نتيجة نجاحه باختيارات شعبية ضد الشعب اللي اختاره بالزبط إيه التناقض ده لا هو الشعبي بيدعمك وأنت بتغضي عن الحق عشان يبقى عندك من الثقة والجرأة وثبات الموقف أنك أنتا مش هتتحمل أي خطر يخصك نتيجة أنك بتقول رأيك أو بتدافع عن رأيك لكن لو خبطني بالعربية لاش هتمتني في الشارع ما ينفعش تستخدم الحق ده ضدي لأن أنا أنا اللي بجيبك أنا الشعب أنا المواطني اللي في الشارع الذي لا حول له ولا قوة الذي في الملعب ولا في المصنع ولا فلا منتخبك عشان تفرض سيادتك عليك صاحب الصوت أنا بجيبك عشان تدافع عني تنوب عني تشعي عشان لا وعشان تدافع بأنك تنوب عني تشعي وانت رد المظلم عني تو منت اللي تظلمني الكلام ده يا جماعة بصولوا من هذا المنظور آه حنقبل منظور مهم على فكرة منظور مهم منظور مهم وفي نفس الوقت عيدوا مجل الشعب اللي مارس هذا زي ما شفنا في رئيس البرلمان الكويتي هو اللي بيطالب يكبر وهيدي ثقة للناس فيه أكتر وهو نفسه يخجل خصومه لا أنا مش مش هستخدم هذا الحق معاكم أنا حجرد نفسي من هذا السلاح وانا صاحب عشان تحاكم أنا وهي وانا صاحب حق واصخ في نفسي ها بالزبط اشتركوا في القناة